السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفو فيه مع بعدياتنا واحد درس اللي غادي نخدموه بالراندة ولكن اساسا هالدرس تيتخدم بالكروشي فدائما احنا يتعودنا ان احنا ناخدو دروس ديال الراندة وتنحولوهم الكروشي مثلا القوزة القوزة احنا اول مرة خدمناها كانت تتخدم بالراندة من بعد ولينا تنخدمو القوزة بالراندة و بالكروشي في نفس الوقت وبالزاف ديال الخدمات حتى الجاكار تهي تتخدم بالراندة و بالكروشي المهم ليوم اقررت ان انا نحول واحد الدرس اللي كان كيتخدم بالكروشي و نرجعوه بالراندة يعني دابا غادي نقلبوه هاد الاية دي غادي نحاولو نقلبوها فغادي نحاولو ان احنا يشنو نديرو غادي نحاولو نحاولو الدرس ديال الكروشي للراندة فاول حاجة نديروها وهي الحبكة العادية جدا الحبكة ديال الراندة اللي تعودنا نخدموها ولكن غادي ندخلو في الحبكة واحد الطرق اخرى باش نقدرو نكمله المهم كيف ما كتلاحظو معايا الان حاولو في البدياق متحسبوش الدربات اللي في التوب حسبو عدد الفراغات اللي غادي نكونو المهم لاحظو معايا دابا غادي ندير الحبكة هدا هو الفراغ التالت يعني انا دابا غادي نحسب ثلاثة وهدي هي الغرزة اللي في التوب كما قلت لكم هدوك الدربات اللي في التوب لما تحسبوهم لاحظو معايا مزيان هنا فش تديرو هاد الحبكة هادي حسبوه هنا دابا عندي ربعة ربعة ديال الفراغات فلاحظو معايا مزيان غادي نجي التوب وندير الغرزة العادية والان تنديرو الحبكة دائما الغرزة كتكون عكس الحبكة يعني الغرزة كتكون في اتجاه والحبكة في العكس ديالها لاحظو معايا مثلا في الحبكة كنرجع الخيط التحت وفي الغرزة كنطلع الخيط الفوق شوفو معايا الاتجاه كنطلع الخيط دائما كيكون على اعلى الفوق في الجهة العلوية لاحظو معايا مزيان فالان غادي ناخد هاد العقيقة هادي المهم طبيعا الحال كل وحدة تاخد العقيقة اللي متوفر عندها المهم هذا غير العقيقة العادي ديال العبار لاحظو معايا مزيان نحاول انا نخلي واحد مسافة مزيانة مناسبة باش ندير الغرزة ديالي على التوب والان انا ارجع في هادك الغرزة اللي تبت بها العقيقة ارجع فيها وندير عليها الحبكة هادي عملية مهمة بزيف باش تعطيني هادك الارتفاع هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة اهم حاجة وهو انني نخدم سبعة ديال الفراغات اللي كيكونوا في الحبكة ديالنا المهم كيف ما كتلاحظو معايا الان هاديك الحبكة اللي خدمتها على العقيقة ما غديش نحسبها غدي نبدأ الحساب من هنا واحد والان اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لاحظو معايا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لاحظو معايا واحد كيف ما قلت لكم ما كنحسبش الدربات اللي على التوب ولكن كنحسب هادوك الفراغات اللي كيتكونوا عندي مع كل حبكة فهدي الطريقة هدا هو الصف الاول غتستمروا بنفس الطريقة حتى تدوروا على التوب ديالكم كامل يعني تبقوا هادين سبعة الفراغات ديال الحبكة ولا مهم سبعة الفراغات وتركبوا عقيقة سبعة الفراغات وتركبوا عقيقة حتى تكملوا الخدمة ديالكم كاملة مهيما هناك غادي نخدم غير هاد المسافة هادي فقط فلاحظو معايا مزيان دابا غادي ناخد خيط جديد وغنجي فوق الفراغ ماشي فوق التوب فوق من هادك الفراغ اللول هدي ملاحظة مهمة بزيه دائما فيما تبغي تركب خيط جديد سيري للفراغ اللول اللي عندك فلاحظو معايا مزيان تنذير الغرزة اللولة فوق الفراغ الأول والغرزة التانية فوق الفراغ التاني والان حبكة حبكة على هاد جوج ديال الغرزات اللي درنا دابا لاحظو معايا مزيان دابا غادي نمشي لهاد الفراغ الموالي وغادي ندير الغرزة عادية ونرجع الخيط الاسفل باش ندير الحبكة هنا دابا عندي جوج ديال الفراغات والان غادي ندير الفراغ التالت ودابا الفراغ الرابع والان الغرزة ودابا الحبكة الخامسة المهم فراغ الخامس كما قلت لكم انا كنحسب الفراغات ودابا الفراغ السادس إلا لاحظتوا معايا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة إلا تذكرتوا معايا في الدور الاول كننخدمنا السبعة ديال الفراغات في الدور الثاني كيتنقص لينا فراغ فكت تخدمي ستة ديال الفراغات لاحظي معايا مزيان غامشي مباشرة الفراغ الموالي وتندير هاد نصف دائرة على العقيقة اللي كنت ركبتها في الدور الاول والان غارجع نحبك على هاد نصف دائرة اللي تكونات عندي ضروري هاد الحبكة هادي باش تعطيني هادك الارتفاع ديال هاد نصف دائرة والان غامشي لهادك الفراغ الموالي وللحبكة الموالية وندير على حبكة هنا غاد نحسب واحد مهم كملنا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة ستة فراغات كيف مادرنا في الاول ستة هنديروا في الثاني ستة في الثالث ستة وغتكملوا الخدمة ديالكم كاملة بنفس الطريقة هتبقوا هادين يعني الدور هاد الدور الثاني اخدموه كامل ستة فراغات وديروا هادك نصف دائرة على العقيقة وتمشيوا لاحظوا معايا مزيان دائما كالرجع ندير هاد الحبيكة هادي المهم هاد هي الطريقة انتو مدى براكم مشيتوا حتى كملتوا الخدمة وغت تاخدو خيطة جديد وغادي نكملو نرجعو عو تاني نبداو في اول فراغ تنديرو غرزة وفي تاني فراغ كذلك غرزة ورجع ندير الحبكة مهم واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة هنا كذلك شنو لاحظنا انه تنقص عندنا عدد ولتنقص عندنا راقم يعني في الدور الاول كانوا عندي سبعة الفراغات في الدور التاني ستة ستة ديال الفراغات وفي الدور التالت خمسة ديال الفراغات المهم لاحظوا معايا مزيان كنرجعو اسفل هاد نصف دائرة وتنديرو الحبكة العادية ديالنا اللي تعودنا نخدموها دائما كندور الخيط للجهة السفلية وتنحبك بشكل عادي لما بغايتش تدير هاد الحبكة هادي كيناديك الحبكة الاخرى اللي كتكون مو ام كينينجوش الانواع ديو الحبكة اللي كتحبكوا على هاد الفشكة تديري خيط اما كتحبك بها الطريقة العادية ولا كتحبك بها الطريقة اخرى كينا يعني في بزاف ديال الدروس كينا هاديك الحبكة المهم هنا اختيار غادي بقا ديالكم هنا فاش تكونوا كتحبكوا على هاد نصف دائرة لا داعي انكم تحسبوا غر فاش تحسوا بها عمرات سافي انتاقلي انك تخدمي فوق من الحبكة اللي عندنا لاحظوا معايا مزيان ده بكتبالي يا سافي يعني عمرات ادولي مهم ان هادك النصف دائرة تعمر عندي كاملة ودابا غنمشي لاول فراغة ولاول حبكة وغندير فيها الغرزة وغنرجع فيها لاحظوا معايا مزيان ندور الخيطة ونمشي نخدم فيها حبكة بطبيعة الحال هنا دابا انا ما غديش نحسب هاد الحبكة هادي لاحظوا معايا مزيان دابا عاد غنبدو الحساب دابا عندي واحد وخمسة خمسة خمسة المهم غا تكملوا الخدمة ديالكم كاملة خمسة ديال الفراغات وكتعمري على هادك النصف دائرة حتى تمشي حتى للراس ديال الخدمة وترجعي تاخذي بطبيعة الحال خيط جديد وتبدي الخدمة ديالك هنا لاحظوا معايا مزيان خدمت في الحبكة التالتة التالتة كيف ما شفتوا معايا بديت الحساب من هادك النصف دائرة يعني من نصف دائرات بديت حسبي واحد اثنان ثلاثة حتى لو بديتي من الراس را غا تجيك في ثلاثة حتى عدنا خمسة عدد فردي يعني ديما غا تعتك هادك في النص ديالها هنا اهم حاجة هادي هي الطريقة اللي كتشبه للطريقة ديال الكروشي في الكروشي احنا كنخدمه السلاسل وللسلسلة فحتى هنا هادا الطريقة هادي كتعطينا بحل شكل ديال السلسلة اللي مهم عندي انايف هاد السلسلة هادي انها غا تعطيني وحد الغلد يعني هادك الخيط عود فاش انا ننظر اول حاجة كنكون غادة كنحسب يعني كيجيني الحساب هو هادك تاني حاجة كتكون غادة كيجيك وحد الحجم غليض يعني عامر فلاحظوا معي هنا تلاتة ديال السلاسل ولتلاتة ديال الضفرات نحنا كنقولولو هي الضفرات هي السلاسل يعني اللي عجبكم المهم في الكروشي تمانا نقولولو هي السلسلة فلاحظوا معي مزيان دي ما الخيط يكون اما الفوق اما التحت إلا درتي الخيط الفوق سيري لهذاك الراس الفوقاني ديال الضفرة ولا ديال السلسلة درتي الخيط على التحت سيري للراس تحتاني لاحظوا معايا مزيان فنك ندخل الإبرة المهم أن هنا خدمت ستا ديال الضفرات أو لستة سلسلة لاحظوا معايا مزيان ده بك نرجع الخيط الاتجاه العلوي باش ندير غرزة ونرجع لهذاك النصف دائرة وتنحاول أنني نتبط الخيط بوحد الغرزة لاحظوا معايا مزيان ده بك تعطيني هذك الشكيل وده بقا قد ندور الخيط كيف ما كتشوفوا معايا باش نديرو حبكة فوق من هاد الستة سلسلة ولا ولا ستا ديال الضفرات سبق لي ودرتو معرف معقلت الصراحة شي جوج وقيلة اللي درت في الدرس درت فيها هاد النوع هادا ديال الضفرة المهم كيف ما كتلاحظوا معايا نحن هادا بغادين بالحبكة العادية فوق من هادك الضفرة ولكن ما غنمشيش حتى للراس يعني ما نعمرش على هادوك الساستة كاملي تقريبا تقريبا نقولوا باللي غد نعمره غير على الربعة غير على الربعة ديال الضفرات وغاي بقوا لي نجوج لاحظوا معايا مزيان بقوا لي اتنان سلسلة في الاخر ما كتعمره همش كي بقوا بحلى طريقة للارتفاع ولا طريقة باش ندورو نكملو الخدمة دياله لاحظوا معايا مزيان غاد ندور الخيط في هاد الاتجاه هاد الاتجاه هادا وغاد نرجع لاخر حبكة درتها وغاد ندخل فيها الابرة ونطلعها من هاد الماكان هنا باش نقدر انني نبدأ دفرة جديدة لاحظوا معايا مزيان غاد ندور الخيط الاتجاه السفلي بهادا الطريقة هادي وغاد نمشي للدفرة لهاديك الجهة السفلية كما قديكم اللي بغاد تخدمها اللي قلبت الخيط الفوق تمشي مع هاداك الدفرة الفوقانية ولي بغاد تلتحت تمشي مع الدفرة تحتانيا المهمة كيف ما شفتوا معايا الطريقة اللي قدرتها لكم فشكل والطريقة التانية قدرتها لكم فشكل باش تعرفوا شنا هو الفرق ما بيناتهم هنا كيف ما كتلاحظوا معايا خدمنا الان خمسة ديال الدفرات وده بغا نديرو الدفرة السادسة او السلسلة السادسة هنا عندي ستة سلسلة ضروري تحافظوا على هاد العدد ديال ستة سلسلة باش تبقوا غادين بالخدمة ديالكم هي هاديك لاحظوا معايا غادي نجيل النصف دائرة هنا فاش كنخدم في النصف دائرة كنخدم بشكل عشوائي يعني غير يعني البلاسة اللي عجباتني كن ندير على الغرزة ديالي وسافي يعني عينك ميزانك ضروري كتعتام ديالي عينك ميزانك غير هو في الدفرة اللي حاولي انك يديري ستاديا للدفرات ولا ستاديا للسلاسل وفي الحبكة را عادي حبكي حتى تبالك الخدمة ديالك راية هاديك المهم لاحظوا معايا الان هنا انا مشيت بالحبكة حتى بقوا عندي هادو اثنان سلسلة ما كنخدمه مش كيم ما قلت لكم كيبقوا عندي دائما كدورة يعني كنعتبرهم احنا كارتفاع ولا دورة ولا وغادي نهبط الخيط مرة اخرى هادي الدورة ديال الخيط الاتجاه ديال الخيط ونجي الاخر حبكة ونخدموه عادي جدا نبدأ ودفايرة ديالنا ونرجع الخيط مرة اخرى الاسفل لاحظوا معايا انا كنحاول ونركز على الاتجاه لان الاتجاه ديال الخيط مهم بزير وكان قديمة هادا عادي جدا كنرجع ندخل في هاد المكان هادا دابا عندي السلسلة ثالثة ودابا السلسلة الرابعة والسلسلة الخامسة نقدروا ان احنا مثلا ما بغاتش تدير هاد السلاسل بغات تخدم يعني اغرى مباشرة تدور الخيط ونحن ندخل ونحن ندخل ممكن ولكن هذه الطريقة مضبوطة لان انا هنا عندي ستة سلسلة كنت تكرر معي حتى نكمل الدرس ديالي ماشي بحل لك انت غير كدوري يعني ونمشي لفراغ ونمشي لفراغ الثالث اللي اتذكرتوا معي في هاد الدور الاخير اللي كنا نخدم ندر انه في خمسة خمسة ديال فراغات باش تيعطيني انا هادك العدد الوسطاني يعني يعطيني العدد الوسط باش يبقى عندي جوج على ليمن وجوج على ليسر وفي الوسط نخدم هنا في هاد الفراغ الثالث كنعاود نرجع فيه باش نبدأ دفرة جديدة اولا باش نبدأ درس جديد لاب احنا سافي سالينا الدرس الاول وغنبدأوا درس جديد بهذا الطريقة هادي الموهيما ما غديش نكمل هاد الدرس هاد غنوريكم غير البديا باش لان الفيديو صار حاجة طويل بزيف ممكن بغيش ندير فيديو هاد طوال ولكن مع الاسف مرة مرة كنتطروا ان احنا نطولوا في الفيديو المهم هو في النهاية تكون الخدمة واضحة ويكون كل شي باين واي تساؤل اي تساؤل خليوا في التعاليق مرحبا بجميع التساؤلات اي شي حاجة بنت لكم ماشي هي هادي كلها مهم كل واحد طبع الحال عنده النظرة دياله وكل واحد كيفاش يشوف الخدمة وبالنسبة سيدات المبتدئات اللي اول مرة غدا تبدأ تخدم متبداش بهاد النوع ديال الخدمة هاد الدرس اللي كيكون في الروينا في هالحبكاء هادي من هك هادي من هك تمشي للدروس اللولين يعني غير تكتب دروس للمبتدئات بحيات المبتدئات اللي بسيط هو اللي تبدأ بيه ومن بعد رهيب شوية بشوية غدا تبدأ تزاد عندها الخبرة وشوية بشوية غدا تتعلم يعني الرانداء وخاوكيك رهي سهلة ماشي ماشي صعيبة بزياء صراحة يعني غير هو الواحد يحاول يبدأ بالدروس اللي بساط الحاجة اللي بسيطة بحيات المثلا بغايت تبدي بهاد الدرس بدي بالهارم بالدرس المغلف بالدرس ديال الواحد اللي واحد شوية غا نخدمه دابة نيت الدرس ديال الواحد المهم هنا غادي نخدمه دابة الدرس ديال الواحد كل واحد وكيفاش يخدمها الدرس ديال الواحد فهنا اول حاجة خديت لون اخر خيطة اخر اللي بغت تستعمل نفس اللون تستعمل نفس اللون يعني كل واحدة تدير اللي بالليها متناسب مع اللون ديال الجلابة والقفطان اللي كتخدم فيه لاحظوا معايا هنا غادي غير جوج لويات فقط جوج باركة وفيه كافي يعني غير جوج ونسيت ما قدش لكم بالخيط راه على ثلاثة ديال الشعرات يعني من الافضل تخدموه بالخيط على ثلاثة ديال الشعرات فلاحظوا معايا مزيان ديما كترجع للوسط وكتديري هاد الغرزة هادي ودا بغا نمشي الفراغ هاداك الفراغ ديال السلسلتين اللي كنا خدمنا فيه اثنان سلسلة ولا اثنان اثنان دفايرا وغادر جعل لوي الخيط على جوج وكنا حاولي تزيري هنا يا الخيط بصبعك وكترجعي في هاداك الفراغ وديري غرزة ودا بغا نمشي فوق الحبكة هنا في هاد الدرس ديال الواحد مرة غا تخدمي الدرس ديال الواحد فوق الفراغ ديال السلسلتين مرة خدميه فوق من الحبكة وغا تبقى يغادوك الدوري الى الخدمة تسكمل الخضيمة ديالك وهدا والدرس ديالنا ديال اليوم كنتمنى ان هاد الدرس ينال اعجاب ديالكم وشكرا شكرا بزاف بزاف لكل سيدة كتدعمني بتعاليق ديالها وسمحوا لي على الغياب الطاويل على الراندق المهم قوة نمشي أحاول انني نجيب لكم شي حاجج جديد وكني نحاول مرة مرة نختارع شي حاجج وكنتمنى ان هاد الاختراع ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة وشكرا على المشاهدة واللي بغا تتابعني في الانستغرام رابط اسفل الفيديو اسفل فيديو اصندوق الواس اشتركوا في القناة